مفروض الأسرة المصرية تعمل إيه في وقت زي امتحانات السنوية العامة إيه هو المفروض اللي يحزن؟ طيب ممكن أقولك بس محالة ستباقية فطر عملوها كده في كندا فعملوا تيست مهم جدا عشان يبقوا مدركين عملوا مصطلح اسمه الجرسومة الكلامية الجرسومة الكلامية إن كل الكلمة إحنا بنتكلم مع أولادنا بتتأثر على المخال فبتأثر على تصرفته عملوا التجربة على واحد المفروض آيكيو اختوار الزكاء أي بني آدم بتتسعين مئة وعشرين في واحد كان في كندا تلع مئة وسبعين كان زكي جدا دخل كل الطب أقنعوه في سنة أولى إنه إنت آيكيو بتاعك نزل بقى تسعين اقتنع حاجة اسمها الدجم بسبب إنه التأثير هو وهم السلبي سقيت في كل الطب بثلاث سنين رغم إن معدل الزكاء كان نزيم هو مئة وسبعين ومجرد ما تقلوا إنه إنت آيكيو بتاعك بقى تسعين فبدأ اتهز سقطوا بنفسه الضغط النفسي زاد عنده فسيرت تلات سنين أمريكا عملوا على تلاتين طالب كان عندهم صعوبات تعلم وثلاث مدرسين ما كانش أفضل حاجة في الشرح أقنعوا تلات مدرسين إنه إنته أفضل تلات مدرسين عندنا وأقنعوا تلاتين طالب إنه إنته أشتر تلاتين طالب رغم إنهما كان عندهم مشاكل طبية صعوبات قراءة وصعوبات كتابة بعد ثلاث شهور الآيكيو بتاعهم عيني مستوى تحصيل الدراسة بقى زيه زي أي حد في سنه الجاوس اللي خد بعد كده جايزة نوبل في الرياضة كان بيتقال عليه إنه هو شخص غير سوي وشخص مش شاطر خالص في الرياضة وخدها وهو أقل من 20 سنة طيب اللي عنصل ومشترك بينهم هو الأسلوب في التعامل مع الأولاد هو ده اللي عايز أبو الصباح يا إما التأثير الوهم السلبي يا إما التأثير الوهم الإيجابي الكسومة الكلامية والجمل السلبي يا إما حلم الأبوين لازم تطلع زي ما أنا كنت عايز أو تطلع زي ما أنا عايزك زي حد قرأي مني ده مهم جدا أو لازم تذاكر بالشكل اللي أنا عايزه ودي الكارسة ما لازم يذاكر بالشكل اللي أنا عايزه وما لا يذاكر بالشكل اللي مين عايزه طيب هقول لك حالة لازم يذاكر بالشكل اللي أنا عايزه إحنا عندنا فروق فردية زمان ممكن تقولي لي طيب إحنا زمان كانوا مضغطين زمان كان ممكن إذا ما فيه مشاكل في الأسرة وفي الناس بتعدي دي فروق فردية وما يدرش أعممها على كل وفيه اختلاف شخصيات فلا أنا زمان كنا متعودين وورا وقلم دلوقتي الموضوع اختلف دلوقتي فيه حاجة اسمها لغوي أنا ممكن بشكل سمعي أسمع المعلومة يخش الدراج حاجة اسمها لتروفنات هو أنا بسمع المعلومة خلاص أحفظها في حد كتابي في حد بصري في حد يعتمد على المؤسسات البصرية والألوان كل واحد يعرفنا بقى دلوقتي فلو أنا أرغمته اللي هو لازم مثلا لازم تكتب فأنا أرغمته فهو بلوك تماما وعندنا فروق فردية ما قد يكون عنده تشدد انتباه ونص تركيز فأنا من بداية في بداية خالص طارت أنا أصب بتعمل غلط أنا بضغط عليه إنه هو لازم يعمل اللي أنا عايزاه وبالشكل اللي أنا عايزه ففي التالي هو أصلا ما فيش إن ففيش أوت ده مابداية ده إحنا بنتكلم نلسه ما تكلمناش بقى في البعد كده بعد كده بقى المريم ماب أو المكان اللي ينزل فيه أو الكيشان أنا حدده له دي مشكلة تانية دايماً الضغط النفسي بقول يا إما يكون الوقود والبنزين اللي بيحركني دايماً يا إما إزاي الواحد جاب عربية على دي مثلاً وببص وراه فرعبية في الأخي هتغبط فإزاي إبريم ماب من نسبالي اللي أنا أحفزه ما وجههوش لحاجة معينة يعني دايماً أشجع دايماً أطبطب دايماً أقول أنت أحسن ولد في الدنيا أحسن بنت في العالم متوقعين منك أو منه أفضل حاجة هو ده البنزين اللي عايز تقول إن إحنا نضخه في الأسرة المصرية بزبطي ترجمة نانسي قنقر